بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمياء الكهربائية كيم 233 نواصل في هذا الدرس شرح تفاعلات الأكسدة والاختزال وننتقل إلى الوحدة الثانية أعداد الأكسدة أهداف هذه الوحدة هي أن تكون قادرا على معرفة الآتي أولا تعريف أعداد الأكسدة يعني إذا سئلت ما هو عدد الأكسدة بنهاية هذه الوحدة يجب أن تكون قادرا على تعريف أعداد الأكسدة تعريفا صحيحا الهدف الثاني هو معرفة قواعد حساب أعداد الأكسدة توجد ثمانية قواعد لحساب أعداد الأكسدة يجب بعد نهاية هذه الوحدة أن تكون ملما إلماما كاملا بهذه القواعد الثمانية وقادرا على حساب أعداد الأكسدة بطريقة صحيحة الهدف الثالث هو التمييز بين تفاعلات الأكسدة والاختزال وغيرها من أنواع التفاعلات الكيميائية أنت تعرف أن التفاعلات الكيميائية تصنف إلى أنواع عديدة من هذه التفاعلات من هذه التفاعلات يوجد نوع الأكسدة والاختزال إذن إذا وجدت تفاعل كيميائي يجب بنهاية هذه الوحدة أن تستطيع أن تقرر هل هذا التفاعل هو تفاعل أكسدة والاختزال أم لا الهدف الأخير في هذه الوحدة هو كتابة معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة نصفي التفاعل كيف نكتب معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة نصفية التفاعل أي أن نكتب الاختزال في معادلة وحده تسمى معادلة نصف التفاعل وأن نكتب الاختزال وحده وتسمى أيضا نصف تفاعل الاختزال وبهذا ينتهي هذا الدرس ونواصل مقرر الكيمياء الكهربائية في دروس لاحقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر